موسيقى نشرت المثلة اللبنانية ماجي بغصن مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيهم بشخصية سحر من الجزء الثاني من المسلسل للموت وتوعدت ماجي لشخصية هادية اللي بيقديها المثل السوري محمد الأحمد وقالت بالتعليق هادية هادية اللي بيلعب بالنار بيحترق وسحورة هي النار الله يسترك تعرض مشهد للفنان المصري محمد رمضان والمثلة المصرية دينا الشربيني بمسلسل المشوار لحال من الانتقادات الواسعة والهجوم الكبير بسبب جرئة المشهد واعتباره مخل الأذاب والمشهد عبارة عن تقارب شخصية ورد يلي بتأديها دينا الشربيني وشخصية ماهر يلي بيأديها محمد رمضان من بعضهم البعض برومانسية عالية واعتبرها لمشاهدين غير محترمة للرأي العام أحدثت لين برينجيكجي حالة من الجدل بعد تعليقة حول موضوع الحب والأذاب وكتبت لين عبر صفحتها الرسمية وقالت الحمد الله اللي بيزهب الحب إذا حل الأذاب وبسهل الهجر إذا ظهر الغدر وبيجعل لعباده من بعضهم عوضا عن بعض شواء الفنان اللبناني الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني الجمهور والامتابعين لأغنيته الجديدة من خلال فيديو نشروا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وبالفيديو ظهر الوليد خلال تنقله بطيارة الهليكوبتر فوق البحر ومن بعد انتقل على طيارته الخاصة وعلق على الفيديو وكتب بعد رحلة طويلة من أمريكا على باريس وموناكو العودة على دبي لوضع اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة بتسمعوها بعيد الفطور بإذن الله علقت المثلة المصرية روجينا على طلب وقف مسلسلة انحراف يلي تقدم فيه النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب وقتلت روجينا ببث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وقالت سعيد كتير بردود الأفعال على مسلسل انحراف هيدا مجهود ناس وأنا اتفاجأت بخبر غريب وهو استجواب لوقف عرض المسلسل وأكدت روجينا انه هيدا الكلمة بتاعنا انه فيه تعب كتير كبير عم يضيع وهيدا التعب كان كرمال نسعد الجمهور ونلمس أضايا المجتمع مكاسب مالية كبيرة وسروة ضخمة حصل عليها لممثل العالمي كريس روك بسبب صفحة ويل سميث بحفل توزيع الأوسكار وتلقى كريس روك عروض مغرية كرمال يظهر ببرامج متلفزة ومنها عرض من المزيعة العالمية أوبرا وينفري لكشف تفاصيل الصفحة وحصل كريس روك على ما يعادل 2.6 مليون دولار مقابل ظهوره كان معكم بموجز الفن حسان صبرة لما عرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر